سألسلك على آخر السؤال قل لي مارسينيو صف كان تاعد بالنسبة للنادي داري فشلت؟ حتى اليوم كان فيه كلام وليس صحيحاً أنه كلام اتقفل منذ ثلاثة أيام اليوم أبلاغهم نادي كاشيما الياباني أنه خلاص الديل اتقفل على كده وأنهم محتاجين اللاعب هم بينفسوا على التأهل ودور خاصة بعد فوز النهارة كان عندهم مباراة صباح اليوم أنهم كوزاكا فرونتال أنا قلت كاشيما كوزاكا فرونتال أبلاغهم أنه خلاص الديل اتقفل وأنهم مش هيقدروا أنهم يسيبوا اللاعب لأنهم اقتربوا جداً من حجز مقعد في دوري أبطال مقعد مباشر لتأهلوا دوري أبطال أسيا لكن أعتقد أنه الأمور صارت صعبة جداً والأهل ده عوقت كتير أي وقت سأقولك طيب النادي الياباني فتح الباب لمنفوضات النادي الأهل مزبوط؟ مزبوط وكان فيه تفاوض مالي ويدفعوا كام منين النادي الياباني كان يتفاوض ومنين النادي الياباني فاجئة؟ لأنه ده مش السبب الحقيقي يا كريم السبب الحقيقي هم رفضوا التقصيد بأي شكل من الأشكال هم عايزين فلوسهم دفعة واحدة هم قال لك أنه النادي الأهلي حاولها مراراً يعني طب نرفع قيمة الصفقة شوية وانقصت الموضوع منتقي الموضوع منتقي اخر الرقم النادي الأهلي عرضوا مليون وثمتممائة ألف دولار وأرقام الثلاثة والأربعة والخمسة وكل الكلام ده غير حقيقية لأن النادي نفسه كان طالب اتنين ونص يعني النادي نفسه كوزاجة فرونتال كان طالب من الاثنين مليون ونص دخل وكيل لعبين تاني عشان فيه ناس قالت أنه فيه أندية دخلت في الصفقة لا فيه وكيل لعبين تواصل معهم وقال لهم أنه يقدر يجيب لهم عرض باثنين وسبعة من عشرة مليون دولار بعد هما طلبوا من النادي الأهلي اتنين ونص اللي كانش يعرف رد النادي الأهلي إيه هما طلبوه أنه يبقى تواصل داريكت مش عن طريق وكيل عن طريق النادي اللي هو بيتوسط أنه يكون طرفي هذه الصفقة ولم يصلهم أي عروض رسمية من أي نادي